حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب وحي وتحدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله عن بسري بن سعيد عن خالدي بن عدي الجهاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق صاقه الله عز وجل إليه